استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ألفان استقبل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي خلال زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال اللقاء أكد عبدالعاطي أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية في ظل ما تشهده مصر من نهضة شاملة وتوسع عمرني ما يصاحب ذلك من مشروعات قبرى جاذبة للاستثمار الخارجي مع ترحيب بمساعي قطر لاستشراف فرص استثمارية جديدة في مصر بجانب تعزيز التعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق السيادي القطري من جانبه رحب أمير قطر بما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تطور متسارع على كافة الأصعدة الأمر الذي ينعكسه في تكثيف التشاور والتنصيق المتبادل حيالا كافة التحديات الإقليمية وفي إطار تفعيل أليات العمل المشترك